بطنجة أعطيت انطلاقة الشراكة التربوية الأمانة في لندوي بين مدرسة الأمانة ومدارس في لندوي التي ستمكن ابتداء من شتنبر المقبل من اقتراح تجربة غنية وأصيلة عبر إطلاق تعليم أولي وفق المناهج الفنلندية بالمدينة همية الشراكة تندرج في سياق تطوير العلاقات المغربية الفنلندية ونحن اليوم بطنجة لافتتاح ثالث مدرسة فنلندية بالمملكة بعد مدرستي مراكوش والدار البيضاء بمجاب الاتفاقية ستقدم مدرسة الأمانة في لندوي ابتداء من شتنبر المقبل تعليما وبيئة يقومني على معايير النظام التربوي الفنلندي لفائدة الأطفال بين السنة الثالثة والسادسة تبعا لآخر التقنيات التربوية الفنلندية القائمة على اللعب المدروس علميا الشراكة تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لنا المغرب أطلق مبادرة مهمة قبل سنتين لمأسسة وتطوير التعليم الأولي الذي يحدد نجاح تلميذ المغربي في المستقبل المربون بالمدرسة سيستفيدون من برنامج تكويني إشهادي يشرف عليه خبراء في المنهج الفنلندي بينما سيستفيد الأباء من نظام تتبع للتعلم بتكنولوجيات دقيقة تتيح لهم التوفر على رؤية واضحة على التعلم المبكر والتقدم الذي يحرزه أبناؤهم اشتركوا في القناة